من جانب آخر استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلينهيان ولعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الذي يزور البلاد لحضور القمة العالمية لطاقة المستقبل ورحب سموه بصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح البلدين والشعبين الشغيقين وجرى خلال اللقاء سعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك